ازايكم عملينا يا رب تكونوا بخير ضيب ضيب انا عارف اني ساحب على القناة ليه اربع ايام ولكن في مفاجأة وهتعرفها قريب وان شاء الله هتكون مفاجأة رهيبة وعلى الاغلب كده اللي منضم معنا في الديسكورد هيعرف المفاجأة دي اه بالمناسبة رابط سيرفر الديسكورد بتاعنا هتلاقيه في الوصف ياريت تنضموا لينا عشان بنلعب مع بعضه وبنعمل فعليات كتير يعني وعشان يكون لك الفرصة انك تفوز بمبلغ روبوكس كبيرة اما فيديو النهاردة هيكون عن افضل خمس مبات قلدة العب مشهورة في لعبة روب لوكس قائمة النهاردة الصراحة صدمتني لان فكرة ان روب لوكس تقلدها او فكرة انها تبقى موجودة في لعبة روب لوكس ده ما يمنعش ان اللعبة هتكون ممتعة قوي يمكن كمان امتع من اللعبة الاصلية عشان كده بدون كلام كتير يلا نبدأ بس ياريت الاول لو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعل زرور الجرس ويريت لايك للفيديو عشان ده بيساعد جدا ويلا نبدأ الماب الاول وده ماب مقتبس من لعبة فازموفوبيا لو انت بتعرفش لعبة فازموفوبيا فانصحك تجرب الماب ده كيبداية للك يعني لو انت مش عايز تحمل لعبة فازموفوبيا وفكرتها انك هتروح لبيت عشوائي ممكن تلعب لوحدك او مع ناس وهيكون في البيت ده في شبح كل شبح هيكون ليه تصرفات معينة ولازم طريقة تصرفات الشبح تحدد نوعه لوحده مش كفاية لازم انت تدخل تجربها وتديها فرصة دي بنفس نظام لعبة فازموفوبيا بالضبط وهتلاقي كل الاشباح فيها عشان كده دي من افضل الالعاب اللي لعبتها اللي مقتبسة من لعبة فازموفوبيا اما الماب التاني وهو ماب ابيروفوبيا وده ماب مقتبس من لعبة باك رومز ده مكان عشوائي ملهوش باي مكان في الوجود انت تحطيت فيه كده بطريقة عشوائية جدا ومهمتك تحاول تخرج من اللعبة الحلو ان كل راوند هتلاقي فيه وحش مختلف مختلف في تصرفاته مختلف كمان في طريقة تفاعله مع اللاعب فده الصراحة هيزود متعة اللعبة وطبعا مع كل راوند بتاع دي صعوبة اللعبة هتزيد وكمان صعوبة الوحش اللي انت هتقابلها واظن مش محتاجة اوضح لك يعني بس دي الوحش اللي انت هتقابلها او ده جزء بسيط يعني منها كمان الحلو انك تقدر تلعب مع صحابك وده هيزود المتعة اكتر واكتر واكيد مش محتاجة تكلم على الجرافيك بتاع اللعبة وده احلى حاجة اصلا يعني انت لو هتلعب اللعبة على اعلى جرافيك فانت كده بتديها حقها الصراحة يعني لان اللعبة على اعلى جرافيك بتكون رهيبة طبعا انا انصحكم تجربوها خصوصا مع صحابكم لان اللعبة بجد رهيبة الماب التالت هو كاونتر بلوكس وهظن يعني من الاسم واضح قوي هو متاخد من لعبة ايه كاونتر سترايك اللعبة اللي كلنا تعودنا عليها في طفلتنا او مش كلنا يعني بس جزء كبير مننا الصراحة الماب ده اديم اوي موجود من زمان يعني يمكن يصنف من المباتل او جي او المباتل اللي حضرها جيل روب لوكس اديم اوي الماب الاصل تقفل ولكن دلوقتي موجود نسخة معدلة والنسخة دي الصراحة عجبتني وعجبت اغلب الناس عموان هتلاقي نفس طريقة لعب لعبة كاونتر سترايك ولكن في روب لوكس طريقة اختيار الاسلحة وطريقة استخدام الاسلحة وكمان طريقة تفاعل الاسلحة مع اللاعب كل ده هتلاقيه في الماب وهتاخد نفس التجربة مش هتكون نفسها اوي يعني ولكنك هتستمتع في الاخر ده واحد من اوائل الماباتل اللي لعبتها لما بدأت لعبة روب لوكس فان الصراحة انصح لو حد ما يعرفوش اصلا وما اعتقدش كده ان في ناس ما قابلتش الماب ده قبل كده ولكن لو في حد ما قابلهوش قبل كده فانصحوا يجربوا اكيد خصوصا لو بيحب العاب الحربو كده الماب ده هيعجبوا اوي اللعبة الرابعة وهي لعبة فلوبي بلاي تايم واللي متاخدة من لعبة بوبي بلاي تايم طبعا هتلاحظوا ان كل المابات مغيرين في الاسم عشان ما يكونش شبه الاسم الاصلي وده عشان دواعي الكوبيرايت لان اللعبة الاصلية تقدر تديرهم كوبيرايت وتقفل لهم اللعبة بتاعتهم عشان كده محتاجين يغيروا شوية حاجات فيها اكيد انتوا شفتوا لعبة بوبي بلاي تايم عشان دي كانت ترند ومكسرت دنيا كلها تصميم فالصراحة تصميم خرافي وكمان البرمجة يعني ازاي عملوا الحاجات دي كلها حاجات كده يا الصراحة تعجبك اوي يعني انا ختمت الماب ده ومختمتش اللعبة الاسية اصلا ورأيي انه من افضل المابات خصوصا برضو لو هتلعبه مع صحابة لان ده بيزود المتعة اوي وده اللي بيميز روب لوكس انك تقدر تلعب الالعاب دي مع صحابة يعني لعبة زي بوبي بلاي تايم دي كانت لعبة تقدر تلعبها واحد بس لوحدك ولكن دي لوقت عشان موجودة في روب لوكس تقدر تلعبها مع صحابك او مع ناس متعرفهمش فدي نقطة والصراحة لالعاب روب لوكس برضو طبعا في الماب ده هتلاقي كل المراحل من اول مرحلة لحد اخر مرحلة وزي ما قلتلكم هتاخدو تجربة حلوة وكمان هتلاقو ان اللعب بيتفاعل مع الحاجات والحاجات بتتفاعل معها برضو يعني زي الايد دي هتلاقيها برضو نفس التفاعل اللي موجود في اللعبة الاسسية الماب الخامس والاخير وهو ماب دورز وهو اللي لازم اعرفكم بيه في كل قائمة طبعا لان الماب ده بجد حلو يعني الماب ده تقدر تحطه في كل القوائم اصلا اكيد منكم اللي مستغرب ازاي في قائمة مابات قلدة اتألعب مشهورة ده لان لو ما تعرفش وقعظون يعني الكل عارف بيتدورز بتاعت روب لوكس مقتبسة من لعبة بيتدورز اللي موجودة في ماين كرافت ولكن اللي بيميز بيتدورز بتاعت روب لوكس واللي بيخليها قريبة من قلب الصراحة يعني الميكانيكية بتاعت روب لوكس نفسها يعني الجرافيك بتاع روب لوكس وده اولا وكمان ان اللعبة زي دي تتنفذ في روب لوكس فكرة الماب ده انك هيكون عندك سرير وهيكون فيه حوالي خمس فرق ولازم كل فريق يحمي السرير بتاعه من انه يتكسر طبعا ولو السرير بتاعك تكسر فانت كده لو مد هتخرج برا الماتش لانه هو اللي بيخليك تعمل ريسبون وده سبب اساس عشان تحمي السرير بتاعه واخر واحد هيفضل عايش هو لايفوز اللعبة حلوة قوي وبسيطة كمان وده اللي شدني لها وخلها من اقرب الالعاب القلبي الصراحة كمان المبات فيها المبات فيها رهيبة وهتستمتع بمناظر المبات حتى لو تصميمها بسيط ولكن هتلاقي شكلها حلو وبرضو شخصيات اللعبة كل شخصيات الليها ميزة وبتدي قوة معينة بصراحة ده بالنسبة لي من افضل المبات انتو ايه رأيكم ايه افضل ماب من المبات دي وهل في ماب انا ما ذكرتهوش ياريت تكتبولي في التعليقات لان رأيكم بيهمني وبس لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو لو وصلت لحد هنا ياريت لايك للفيديو لو عقبك واشترك في القناة لو انت ومش مشترك وما تنساش انك تفعل زرار القرص عشان يوصلك كل الاشعارات الجديدة انا محمود اوهين توكس وده فيديو النهاردة سلام